وكان الرئيس السيسي قد شارك في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي والإنساني الذي يعقد على هامش أعمال النسخة الثانية من القمة الإفريقية الروسية المنعقدة بمدينة سان بيتريسبورغ وعلى هامش أعمال القمة الإفريقية الروسية عقد الرئيس السيسي جلسة مباحثات مع نظره الجنوب الإفريقي سيريرا مفوزا حيث أكد تطلع مصر لتعزيز العلاقات الثنائية التاريخية مع جنوب إفريقيا وتفعيل أطر التعاون المشترك إلى جانب مواصلة التنسيق بشأن قضايا القارة الإفريقية ذات الاهتمام المتبادل استهل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مشاركته في فعاليات النسخة الثانية من القمة الروسية الأفريقية الفين وثلاثة وعشرين والتي تعقد بمدينة سان بيتريسبورغ بروسيا الاتحادية بحضور جلسة العمل للمنتدى الاقتصادي والإنساني بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتن وعدد كبير من القادة الأفارقة كما شارك السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في اجتماع مع قادة الدول الأفريقية لمبادرة الوساطة لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية كما التقى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا تناول اللقاء تعزيز العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين الشقيقين وتفعيل أطر التعاون المشترك في شتى المجالات خاصة ما يتعلق بزيادة التبادل التجاري واستكشاف فرص لاستثمار متبادلة بما يحقق المصالح المشتركة كما تناولت المباحثات آخر تطورات الملفات ذات الاهتمام المشترك على المستوى الدولي لسيما الأزمة الروسية الأوكرانية حيث تم في هذا الصدد تبادل وجهات النظر بين الزعيمين بشأن مستجدات المبادرة الأفريقية للوساطة في الأزمة والتي تضم كل من مصر وجنوب أفريقيا في عضويتها